انخفاض في الانتاج مقابلة حسن على مستوى الجودة كان العنوان الأبرز لمحصول 12 ألف هكتار من أشجار التفاح بإقليم ميدلت ونحن على مشارف موسم الجانية الكمية مهمة جداً كانت تجاوز 370 ألف طون هي أقل من السنة الماضية بحوالي 10-15% ولكن الحمد لله على مستوى الجودة والكاليبر ما من خصائص مهمة جداً متوفرة هذه السنة وكانت وزارة الفلاحة قد توقعت انخفاضاً في انتاج هذه السنة بسبب عواصف البرد فيما يطالب عدد من الفلاحين بالاستمرار في تطوير القدر على تخزين الواردات المائية كإنجاز السدود التلية تعاوني هذا الفلاحة كان طلبت السدود التلية لكي ينسقه منها والثاني سيقوم بتغذية الفرشة المائية لكي تتلع لنا في البيار حيث هذا العام هذا وقعنا في المشكلة وعلى صعيب تنمية السلسلة حلقة التخزين كانت أهم إنجاز هذه السنة بارتفاع عدد وحدات التبريد بالإقليم إلى ثمانية وثلاثين هذه السنة وصلنا بقدرة تخزين سبعين ألف طون بعدما كانت السنة الماضية ثلاثة وستين ألف وهي زيادة مهمة جدا ستمكن لنا من توفير المنتوج خلال شهر المقبلة بكل أريحية يخلق هذا القطاع رقم معاملات سنوية بإقليم ذلت يقارب المليار ونصف المليار درهم ترجمة نانسي قنقر